بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان ويوم جديد وإستاذ الأهل نهاردة هبدأ كلامي مع حضراتكو على النادي الأهلي هو دائما صباق فيه حاجات كتير فلنجي نتكلم فيه النحية الفنية ونتكلم بالأخص على كرة القدم ولماذا كابتن حسام البدري والجهاز الفني بأكمله في النادي الأهلي هو الأفضل في الكرة الأوروبية لنجي نتكلم للأسف هنا في مصر عندنا منظور أن الجهاز الفني هو المدرب ومساعدية الاثنين مدربين فقط ما بيقوش ما بيحطوش في الحزبان لأن هنا إحنا بلد الفهلاوة فعشان الفهلاوة فهو اللي شايفه بس واقف في الجهاز وواقف مسك الملعب أو على خط التماس هو ده بالنسبة له هو اللي بيعمل كل حاجة وللأسف في بعض المدربين وصلهم مش بس كمشجعين أو كناس متابعة لا في بعض المدربين يقولك المدير الفني أو المدرب هو اللي بيعرف يحطي تشكيل وهو اللي بيقف على الخط مش هو ازاي بيدرس ولا هو ازاي بيحط خطط ولا هو ازاي بيكون فريق ولا الكلام ده خالص فإحنا هنا في قناة النادي الأهلي دايما بنبرز وكنا بنلقى الدوق أنه عايز تعرف ترمومتر الكرة المصرية بص على النادي الأهلي على مدار العصور يعني دايما الجديد في الكرة المصرية هتلاقيه في النادي الأهلي حتى قبل منتخب مصر ومما يؤدي على منتخب مصر بالإجابة لأنه بنسبة 90% من قوان منتخب مصر على مدار السنين هو النادي الأهلي والمقولة الشهيرة اللي كلنا عارفينها النادي الأهلي كويس منتخب مصر كويس فالنهاردة هتكلم مع حضراتكو على الجهاز الفني للنادي الأهلي بأكمل لأن كابتن حسين البدري تعرض لانتقادات كتيرة وشديدة طوال الموسم حتى هو بيفوز وفي بعض الأوقات احنا مش ضد مبدأ الانتقاد في المبدأ العام احنا هنا كقناة النادي الأهلي بالتأكيد هنبقى مسندين للجهاز الفني للفريق ولكن الانتقاد لما يكون بناء ولما يكون منطقي بيبقى انتقاد فعلا له مرجعية ولكن لما انت بتنتقد وما لكش أي مرجعية يعني حتى مع طبعا ديوفنا الأعزاء سواء كابتن وليد صلاح الدين كابتن ربا عسين كابتن سامير كامونة في الناحية الفنية كابتن ناصر ريان وطبعا كل النجوم اللي بيطلعوا معنا في قناة النادي الأهلي وحتى بالأمس مع دكتور ياسر أيوب سألته هل هو التقييم بيجي عن الحب وكره؟ يعني كنت تلاقي مثلا الناس بتتكلم على الجهاز الفني دي قال يقولك الجهاز الفني سيء ليه؟ ده ما بيتحكش ما بيتحكش فعشان كده سيء لكن ما تيجي تتكلم معاه طب هو إيه الحاجة الفنية اللي مش بيقديها بالشكل الأنسب الرجل بيكسب ومش بيكسب بس ده طور مستوى ده تغلب على كل منافسي ده بيقدم مستوى كورة وسيستم كورة يعني هو هو طوال الموسم بيلعب بطريقة الديريكت فوتبول انه ازاي يوصل للمرمى بالباسنج الكتير وبعد كده بيختارك عن طريق الأجناب وناجح فيها في شكل كبير جدا استعرضنا لحضراتكم حتى أبرز المحطات الفاصلة في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم يقولك لا أصلاحها برضو ما بيتحكش فلما نيجي كده نلقي كورة يعني نلقي الدوق على الكورة العالمية لأن دائما لما هتيجي تاخد مرجع تاخد من مين ما هو الناس اللي بتسبقك هي الناس اللي موجودة في أوروبا وهقول لها حراكم الاتحاد الأوروبي بنفسه تغلب على الاتحاد الدولي في هذا الشأن لأن انت عشان تاخد رخصة مدرب أو علم التدريب في أوروبا هتلاقيها أصعب بكتير جدا وانت بتاخدها من الاتحاد الدولي وهنا كان دور السير أليكس بيركسون لما دخل في اللجنة الفنية للاتحاد الأوروبي وابتدى يحط ضوابط جديدة عشان الناس اللي هتاخد رخص وابتدى يتكلموا في علم التدريب في علم التدريب دلوقتي انت دايما تلاقي هنا احنا بنقول المدرب لكن هو برا التايتل مانجر مانجر يعني مدير فني جهاز وطأم بأكماله طبعا كابتن حسان البدري هو اللي بيحط التشكيل وهو اللي الاستراتيجية بيضعها ولكن هناك مساعدين وهلاء المساعدين في كل النواحي هم اللي بيديلك منظومة النجاح او بيكملك منظومة النجاح اللي بيقدر كابتن حسان البدري بفكره واستراتيجياته ان يصل اليها بمعنى اني حاجب لك اعلى التوب المدربين في العالم هنتكلم الاول على زيدان زيدان واحد خد اتنين شامبيونز ديك دوري ابطال اوروبا واحد خد الدوري الاسباني خد السوبر الاسبانية لو يكن له جهاز جيد في كل النواحي والتخصصية لم يصل لهذا المستوى نفس الشيء بالنسبة لبيبي جوراديولا جوراديولا حتى لو بصينا على مشاره مع برسلونا وبدايته كان معاها المساعد بتاعه تيتو فيلانوفا اللي لما ترك جوراديولا مسك تيتو فيلانوفا وحصل على ابطالات مع برسلونا ودي دور الجهاز الفني نفس الشيء بالنسبة للويس انريكي طب تعال ابص بقى كده حتى جوزي مورينيو جوزي مورينيو وجوراديولا وكمان كومان اللي ماسك دلوقتي ايفرتون وحتى كان بالامس كان منشست سيتي بيلعب ايفرتون وكان جوراديولا بيلعب كومان الاثنين وكان معهم مورينيو اللي كان حاضر في الملعب التلاتة في جهاز فني واحد كان بيقود لويس بن خال في برسلو اللي انا بقوله لحضراتكو ان الكرة اصبحت علم والنادي الاهلي في هذا العلم هو الصباق النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي في مصر لديه تخصصية في الجهاز الفني بشكل احترافي وده في كل النواح ناحية الفنية كابتن حسين البدري مدير فني معه كابتن احمد ايوب مدرب مساعد كابتن سيد معاود مدرب مساعد واحنا هنا للأسف برضو فيه ناس يقولك لا ده مدرب عام ومدرب احنا بيحب الالقاب ولكن هو التايتل هو مدرب مساعد للمدير الفني احنا هنا بنحب الالقاب لان احنا بنحب العنجاهية ولكن هو برا لما انت تبص مايك فيلن اللي كان مساعد سير أليك زيرسن تقال عليه assistant manager يعني ما بيتقالش عليه first assistant manager ارجع تاني للنقطة الرئيسية ان كابتن حسين البدري معه كابتن احمد ايوب ومعه كابتن سيد معاود وكابتن سيد عب حفيز في ادارة الكورة طيب من ناحية الفنية من ناحية الخطط والاستراتيجيات وهنلعب بانهي شكل والطريقة والتطوير والشكل الجمالي والتغييرات وكل المنظومة الفنية من الخطط وخلافه بيخش فيها كابتن احمد ايوب كابتن سيد معاود معه كابتن حسين البدري طيب ادارة الكورة وده جزء كبير جدا رواتب اللاعبة تجهيز الملعب تجهيز الملعب والنادي الاهلاء يلاعب الفرق الاخرى الشكل العام الحديث مع الاعلام كل الجهة الادارية التخاطب مع اتحاد الكورة وكلام ده كله ده من شأن كابتن سيد عب حفيز الاضافة اللي النادي الاهلي حطتها عندك رقم واحد انيس الشعلالي وهو مخطط الاحمال البدنية اه في اندية كتير عندهم مخطط احمال بدنية لكن بصوا بقى الاضافات التانية اللي انا هتكلم فيها مع حضركم كابتن حسين البدري في جهازه الفني عنده دكتور خالب محمود طبيب واخصائي على اعلى مستوى وعنده مساعدين في هذا الشأن من اخصائيين وخب بقى الاضافة دي عنده دكتور هاني اخصائي تغزية اخصائي تغزية ده من اهم العوامل الاضافة الجديدة في كرة القدم ليه لان دلوقتي في علم التدريب لما بتيجي بتلاقي عندك اصابات بتحدث في خلال الموسم موسم عندك طويل وصراحة في الموسم اللي موجود على الندل الاهلي هذا الموسم انت عندك مشاكل كتير جدا الموسم لا ينتهي وده ما بيحصلش بقى حتى في العالم انت اعادت اكتر من تلتمية يعني كان تلتمية خمسة وثلاثين يوم لحد ماتش سموحة في السيمي فاينال وديف من ماتش سموحة في السيمي فاينال لحد ماتش المصري على الاقل ست سبع ايام فانت دخلت في تلتمية حاجة واربعين يوم والسنة اصلا تلتمية خمسة وستين فانت تخيل ان انت في تلتمية حاجة واربعين يوم فردا عليك ان انت بتعمل تدريبات بها احمال عالية جدا بدون راحة والراحة هي من اهم العوامل اللي موجود في اي رياضة مش بس في كرة القدم وكرة القدم من الرياضات اللي فيها حمل بدني عالي واكثر الرياضات او من اكثر الرياضات تعرضا للاصابة فالعلم الجديد في التدريب ما بقاش خططي الخطط خلاص من بعد فترة 2008 والتواهج الكبير جدا لكرة القدم وشفنا طلعت جوارديولا وشفنا فكر موريني وشفنا فكر ديجو سيموني وعندنا انشيلوتي وعندنا وعندنا بقى عندك حتى مدارس تدريبية وكل دول يعني الدور الانجليزي نجح في ان هو ياخد جزء كبير جدا منه حتى انتونيو كونتي والطبيعة الايطالية في الاداء والتاكتكس بقى الفكر الاوروبي الان فهو انت ازاي تقدر تتعامل حاجة اسمها هابليتيشن وبري هابليتيشن ازاي انا هجهز نفسي ان انا امنع الاصابات وازاي لما هيحدث عندي اصابة ان انا اتغلب عليه وده الفكر الجديد اللي سائد في كرة القدم العالمية ويبقى فيه طبعا من جهة يعني الاتحاد الاوروبي كل الاتحادات المحترمة في كرة القدم مش بس بتعلمك ازاي تبقى مدرب لا انت ازاي تقدر تجاهز نفسك لهذه المشاكل اللي هتقابلك في طوال الموصل من الطبيعي اي موسم في العالم حتى لو كان منضبط هيبقى عندك مشاكل مع الاصابات ولكن لما بتلعب موسم لا ينتهي هيبقى عندك مشاكل ممكن تصل الى الكوارث الكوارث هي ايه الكل كان يتساءل على مستوى عبدالله السعيد الفني خاصة بعد العودة من كاس الامامة الافريقية كل كان بيتساءل عن مستوى صالح جمعة وبعد من زيادة الوزن كل كان بيتساءل عن مرواب محسن وعودته والاصابات والكلام الكبير اللي شفناه على طوال الموسم مع النادي الاهلي كيف تغلب النادي الاهلي بقيادة المدير الفني الوحيد اللي في مصر اللي بقولها لحضراتكو اللي بيؤمن بالتخصصات من المقام الاول يعني ايه يعني كابت حسان البدري كان مصرا على وجود دكتور للاغذية معاه في الفريق زي ما كان مصرا على استخدام الشعلالي اللي كان بانتقد منذ بداية الموسم من بعض الناس اللي ما عندهمش وعي او ما عندهمش معارفة كافة بالامور الجديدة داخل كرة القدم فكانوا بانتقدوا من قبل ما يشوفهم فانت عمرك ما تنتقد محلل او راجل مخطط احمال بدنية في بداية موسم ده بالعكس انت تبتدي تاخد المؤشر الاداء بتاعه في وسط الموسم وتعرف هو شغال صح ولا لأ في اخر الموسم فانا بطلب من زملاء في الاخراج يجبون لنا الهدف التاني لأحمد فتحي في الديئة كام في مطش المصري اللي بعد 345 يوم او 346 يوم النادي الاهلي بمقابل ضغط عالي على لعبة المصري اللي كانت مريحة وما لعبتش دوري ابطال افريقيا في نفس الوقت ما لعبتش نفس عدد المطشات اللي لعبها النادي الاهلي والنادي الاهلي في الديئة كام 120 او 118 بيعمل ضغط عالي عشان ياخدوا الكورة عشان يروح يجب جون هنا بقى دور المخطط الأحمال اللي وقف لك اللعيبة على رجليها ولا لأ وهنا هو مقياس النجاح ان النادي الاهلي طوال الموسم كان جاهزا بدنيا في هذا الشأن شأن التاني هو التغذية حتة بتاعة صالح جمعة صالح جمعة لما كان في بعض من المشاكل اللي سبب عدم مشاركته كان وزنه زادة الى حد ما القصة دلوقتي ان انت تتعامل مع العيب بحجم وقيمة صالح جمعة في نادي بقيمة النادي الاهلي ما بتجيش ان انت هتروح تقول له يا صالح انت عندك زيادة فخص ما بتجيش كده وهو نفسه لو جات له بهذا الشكل مش هيقتنع ليه مش هيقتنع لانه مفيش لعيب مهما كانت كنتو بيحس ان هو عنده تقصير من ناحية بالذات في حتة الاوزان دي في اما تحطو له نظام صحيح وهذا النظام في النادي الاهلي بقى مختلف انا مش بجيب له كده نظام وقول له كل كذا وماشوي وبلليل ما تتعشاش وكلام بهذا الشكل لا ده بيتم اجراء قياسات القتلة العضلية لصالح جمعة معدل نسبة الدهون ايه اللي ممكن يكون مفيد ليه ايه الحاجات اللي ممكن تبقى مضرة ويتحط له برنامج بقى هنا بقى شوف ده دور دكتور هاني بتاع التغذية ويجي اه انيس الشعلالي ابوصوا حضراتكم ده الهدف التاني لنادي الاهلي احمد فتحي بيعملوا بص كام واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من النادي الاهلي في الديئة كام بيعملوا الضغط العالي على النادي المصر انا هنا بتكلم فنين بس اقفلي هنا بعد اذن كبيبه انا هنا بتكلم من ناحية البدنية وانا احنا الفنين لو انا هنا عشان اطبق حاجة زي كده في هذا التوقيت لو انا مش جاهز بدنيا مايقدرش الكابتن حسام البدري يطلب من لعبته انه هما يضغطوا على المنافس في هذا التوقيت عشان اقدر وشوف بقى مين احمد فتحي جاي لمنين من اخر الدنيا قاطع مسافة بالزبط قاطع حوالي تسعين متر او خمسة وتمانين متر من التمنتاشر بتاعه ليه التمنتاشر من ملعب برج العرب بين الملعب الكبيرة فحتلاقي الطول بتاعه تروح من مية مية وخمسة متر بقيت اعضاء الفريق اللي موجودين معاه حتى عمر جمال كان واقف على رجله هو بيديله الدبل باس وبيعمل معه الوان تو وهنا بقى احمد فتحي اخذ لك المشوار ده كله واقف وعملها لك كده بهذا الشكل بقى الجمالي ان انا احط لك هنا بقى الجنب الاخر وهو التكنيك ازاي بقدر اكمل اللعبة بالشكل الجمالي وانا معايا لو انا ما عنديش الجنب البدني كويس هاجي هنا حتى لو انا مش احمد فتحي بقى احط لك نايمار لو هو مش وقف على رجله مش هيعرف يحطها بهذا الشكل فهنا دور الكابتن انيس الشعلالي اللي دائما لازم اشيد به لان هذا الموسم موسم استثنائي في السوق بالنسبة لاي مخطط احمال بيشتغل في هذا الدور وخاصة مع النادي الاهلي اللي لم ينقطع عن المباريات نرجع اللي صالح جمع اللي كان اللي ظهر لحضراتكو فيه الشاشة وصالح جمع وكنت بتكلم على زيادة وزنه فجي الدكتور طبعا كانت حسين بدري يكلف المعاونين اللي موجودين معه يا جماعة صالح عشان ما بيلعبش بقى له فترة عنده بعض من الزيادة فيه وزنه عايزين نحلها تمت القياسات تحطي له البرنامج الصح عشان حضرتك تشوف صالح جمعة بيقدي وبيبدع بيطلع لك كل امكانياته الفنية اللي انت ممكن تشوفها وبين فيه لقاء سموحة في الدوري ولقاء امبي في الدوري ولقاء الاهلي والزمالي كل ده في الدوري مرورا بقى لمشاركاته سواء فيه كأس مصر فيه سموحة وايضا فيه اللقاء النهائي كل الكلام ده مكنتش حضرتك هتشوفه لو ما كانش يتعامل لصالح جمعة برنامج صح عشان يبقى جاهز بالشكل الصح فكرة القدم اصبحت واحد زيد واحد يساوي اتنين ما بقتش بالفهلاوة والنادي الاهلي وخطها في كل النواح من ناحية الادارية من اول مجلس الادارة على مدار 110 سنة حتى مجلس الادارة الحالي لا يدار بالفهلاوة وهنا انا برد على كلمة اي حد اي حد يا جماعة يمسك النادي الاهلي هياخد بطول كلام ده من صحيح لان كرة القدم الان غير من 10 سنين غير من 20 سنة غير من 30 سنة ادي الجون الرابع اللي صالح جمعة في سموحة والدابل فاص ما بينه وما بين مؤمن زكريا وشوف دلوقتي صالح بقى شكله الفني وشكله البدني جاهز ازاي كلام ده وراء ناس بتشتغل وراء تخصصية وراء شكل احترافي وانا ايه اللي انا طالبه من جهاز فني ومن مجلس ادارة كمشجع دلوقتي انا بتكلم كمشجع غير ان انا يتوفر للمناخ اللي احترق بص راح وسلم على مين بص الصورة اللي جاي بعد اذنك بس يعني مخرجنا اول واحد سلم عليش علالي وقادي كابتن ابو العيلة الراجل اللي تاب معاه عشان هذا اللاعب بقدراته ياريت بس اه بعد ما احرز الهدف بصوا راح وسلم على مين لاني دي برضو فيها القيمة القيمة انا كنت عندي مشكلة وقفت على رجلي بص اول واحد هتسلم علي مين جاي له هتلاقي دي ابو العيلة طبعا كابتن ابو العيلة واحد من الخبرات الكبيرة اللي موجودة ده نادي الاهلي ودي الشعلالي هو بيسلم على صالح وعمد متعب عشان طبعا متعب كقيمة اللاعب والشعلالي الراجل اللي تعب وتعب مع عبدالله وتعب مع لعيبة المنتخب الوطني اللي كانت عندها رحلة كبيرة جدا مع منتخب مصر وصلوا ليه الدور النهائي في كأس العمم الافريقية مرورا ان انت كان عندك كمان اصابات لحجازي حجازي ملعبش لقاءات كتير جدا مع النادي الاهلي في الدوري والنادي الاهلي من ناحية فنية كابتن حسان البدري تغلب على هذا هذه المشكلة بتطوير اداء سعد سمير تطوير اداء نجيب تطوير اداء رمي ربيعة الناس اللي لعبت فيه هذا المسجد وايضا حجازي عادة مرة اخرى وشارك نروح لسعد سمير سعد سمير من اللعيبة اللي لازم ناخدها نموذج لكل اللعيبة الصعدين والكل حتى اللعيبة الكبار اللي في بعض الاوقات محتاجين يشوفوا او محتاجين ان هم يصحصحوا فعشان تصحصحوا وتفوق ان الكورة محتاجة مجهود ومحتاجة عرق واخلاص بص على نموذج سعد سمير بسم الله ما شاء الله سعد لو كنا نتكلم من سنتين هو رقم كام فيه وجوده كقلب دفاع في النادي الاهلي وبص الان هو فين مش بس في النادي الاهلي في منتخب مصر وازاي تم تجهيزه وازاي وازاي قدر يوصل ان هو احرز العديد من الاهداف نمعانا تقرير عن او حاجة فيديو كده لسعد سمير وحصوله على افضل مدافع هذا الموسم نطلع ونشوفه ونرجع ونكمل كلامه اشتركوا في القناة